ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها حديث شريف يبين فضل سنة صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها صلاة الفجر أو صلاة الصبح ركعتان مفروضتان ولها سنة قبلية ركعتان أيضا تسمى سنة الفجر ووقتها بعد أذان الفجر وسنة الفجر ليست واجبة إنما هي سنة مؤكدة واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها لا تصلى جماعة بل يصليها العبد منفردا في المسجد أو في بيته ولعظم مكانتها أقسم بها الله ورغب النبي صلى الله عليه وسلم أمته فيها لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوى ولصلاة الفجر فضل عظيم حفظ الله عز وجل فمن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله أي في أمان الله وفي جواره من صلى الصبح فهو في ذمة الله وصلاة الفجر في جماعة تورث صاحبها نورا يوم القيامة بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بنور من الله يوم القيامة هل صليتم فجر اليوم في جماعة؟